أحوال التقس من قناة النهار أهلا بكم مشاهدين أيضا يرتقى بنتشهد الولايات الغربية والوسطى أمطار متفرقة خلال يوم الخميس مع درجة حرارة منخفضة خلال الفترة الصباحية وخلال الليل نبدأ نشطنا جوبيا بصورة القمر الإصطناعي توضحنا تشكل صحب عابير على الولايات الغربية توقعات حركة رجح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة تقارب سرعة 30 كم في الساعة وهذا على أغلب ولاية البطن أما توقعات حالة التقس بإذن الله خلال صباحة يوم الخميس الأجواء ستكون ممطرة على السواحل الغربية والوسطى تقس مشمس لقليل السحب على شرق البلاد وكذلك الولايات الجنوبية أما درجات الحرارة الدنيا فتبقى منخفضة بعين الدفلة الجلفة والتيارة 9 درجات من درجات بالنعمة والبيض 9 درجات بشلف وغينزان ستصل إلى 16 درجة على وهران حوالي 14 درجة بالجزائر العاصمة 13 درجة على الطرف كذلك على عنابة 10 درجة بالمسيلة بوسعدة ونفس المقياس ببتنة وخنشلة 13 درجة لغردايا بشار ورقلة إليزي وجونيت 11 درجة على ولاية تامنرست أما فيما يخص تفاصيل الوضعية الجوبية المتوقعة بإذن الله خلال ظهيرة يوم الخميس الأجواء ستكون غائمة ممطرة الأمطار أحيانا تكون رعدية على أغلب المناطق الشمالية الوسطى والغربية وكذلك فيما يخص منطقة الأوراس الولايات الجنوبية جوى مغشات جزئية درجات الحرارة القصوى إذن ستقارب 23 درجة بالجزائر العاصمة البليد أبو مرداس تيزي وزو المدية حتى على وهران كذلك بيغالما حوالي 22 درجة بالمسيلة 20 درجة بالجلفة 24 درجة على مغنية وتلمسان نفس المقياس بكل من إن شاء الله عن نابة كأدنى مقياس 17 درجة بالنعامة البيض ومشرية 28 درجة لإليزي جعنات وكذلك بأدرار حوالي 25 درجة ببني عباس بشار وغردايا كذلك الوادي توقعات حالة البحر سيكون إن شاء الله قليل الإضطراب على السواحل الغربية والوسطى هادئ تماما على السواحل الشرقية مع رؤية متوسطة علو الأمواج بين أقل من المتر إلى المتر واتجاه الأمواج الشمالي غربي على طول الشريط الساحلي وقبل ما نختم شرطنا لإنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية تلمسان إذن الوضعية الجوية ستكون ممطرة خلال يوم الخميس مع درجات حرارة دنيا مع السباح تتروح بين 10 إلى 13 درجة والقصوى بين 20 إلى 24 درجة سرعة الرياح فيها ستقارب 30 كم في الساعة والرطوبة حوالي 15% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوية المتوقعة خلال صباحة وظاهرة يوم الخميس إن شاء الله أشكركم على كرم الإصراء والمتابعة في أمان الله